جيف باكر بروفيسور أمريكي يعمل في الإمارات منذ ست سنوات عايش من حوله بكل مفردات المحبة والسلام لكن أحدى مفرداته المتمثلة بحجز اللغة وقفت أمامه عائقاً في بعض الأحيان ليدخل في تحدي الاتصال بمن يعيش ويعمل معهم أنا وزوجتي هنا منذ ستة عوام نعمل على فهم المجتمع حولنا لكنه ما يزال تحدياً بالنسبة لنا أعتقد هناك فجوة في فهم الطريقة التي يفكر به الغرب لذلك أواجه صعوبات في فهم طريقة التفكير والثقافة والعادات إضافة إلى محاولاتي في إضاح وجهة النظر الغربية لبعض التصرفات وبالتأكيد اللغة إحدى الحواجز الحوار الغائب وعدم معرفة نمط تفكير المقابل قد يخلق سوء فهم ربما يدخل في سوء الظن ليكون الاعتماد في إطلاق الأحكام على التخمين ما يجعلها تفتقر إلى الموضوعية في كثير من الأحيان طالما أنها تنطلق من وجهة نظر وحيدة كيف نفهم بعضنا إذا غاب الحوار؟ ولماذا يغيب الحوار أصلا؟ هل هو حجز اللغة أم اختلاف الثقافات؟ وإلى ما تقول العلاقات؟ هل نلجأ إلى التخمين؟ وهل التخمين هو الوسيلة الموضوعية لفهم الآخر؟ هذا على صعيد الأفراد فكيف يكون الأمر إذا كان بين مجتمعات أو دول؟ ولعل الشباب الذين يحلقون بطموحاتهم ومخاوفهم المستقبلية كانوا أكثر قبولا للآخر وموضوعية في طروحاتهم أول شيء ما فينا نحكم على أي شخص أو أي دولة لازم نشوف التصرفات والأفعال لازم أن يكون فيه دليل فيه اختلافات في الأراء بسبب اللي بيحصل أو من غير حاجة ممكن سبب مشاكل في الشغل بس لحد الآن أنا ما أدارش أبص على المدى البعيد الأمر كان حلاوتهم أنه بيحترموا العادات والتقاليد الموجودة هون بالإمارات ويبدو أن محاولة تقمص مكان الآخر والنظر بمنظاره قد تزيل كثيرا من اللبس وسوء الفهم في غالب الأحيان لبرنامج اليوم على الحرة من الجامعة الأمريكية في الشارقة فائز العزي